بعد إعلان الفيفا عن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 تسعى المملكة العربية السعودية لإستضافة نسخة عام 2034 لكنها ستجد منافسة من أستراليا التي نظمت بنجاح هذا العام بالاشتراك مع نيوزلندا مونديال السيدات وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن سعي المملكة في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير يأتي من خلال رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يرى أن الفوز بذلك الاقتراع بمثابة نصر كبير هذا وقد كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن أمس بوجود اتفاق بين مجلس الفيفا بأن التنافس على استضافة مونديال 2034 سوف ينحصر بين دول آسيا وأيضا أقايا ناساي بما يعني أنه لا توجد أي منافسة من خارج القارتين